اونس جابر الينا اوستابينكو اليوم اونس جابر عدت طرح ذكرتنا في الاطراح متاع دوميل فاندو في نفس الفترة هذي تقريبا من عام نول دوميل فاندرو اليوم اونس جابر ربحت مجموعة بيكل عنا مدة على بيكلة ذكروا يظهر لي اخر بيكل عملت وضد بياتريز ما يحدد اليوم في واحدة عشرين دقيقة اونس جابر كملت المجموعة لولا وكسرت 3 مرات الارسال متاعوستابينكو مخسرتش ارسالها جملة ماركت يظهر لي فسات لولا عشرين نقطة مقابل تسعة بوضوح كانت مسيطرة بشكل كامل مجموعة اولى يمكن اختصارها في كلمتي بالنسبة الانس جابر هي كانت ترجع في الكرة بطريقة صحيحة عملت كان فود ديركت واحدة وبقيت مأمورية كانت تخليها على اوستابينكو اللي كانت تعمل مطلوب هي تحط الكرة في الشبكة يديبها البرة المهم تعمل تخفيصها من التخفيصات اليوم اوستابينكو عجبتني برشا بصراحة برشا برشا على خطرها كانت متعاونة لأقصى درجة التعاون كانت من معانا يظهر لي من زمرة مشاجعه انس جابر اعطيتنا برشا بنتوات كدوات يرحم والدها يعني يعني كانت اليوم متعاونة برشا درجة انا في الفيديو متعام بارح في تقديم المباراة تذكروا الكلام اللي قلتو على كيفاش يزمك تتعامل مع اوستابينكو بشترباحها بسهولة ذكركم في الكلام اللي قلتم بارح وشفتو كيفاش اليوم براتيك مو ذاك اللي سار انس جابر عرفت كيفاش تتعامل مع اوستابينكو ما تش كان ساهل بالنسبة لها خلي اوستابينكو هي اللي تغلط رجع لها الكرة بالجداء طريقة صحيحة حاولت بعدها عليها شوية سيتو اما ما تحاولش تدخل في اللعب انتاحا رو بشترباحها بسهولة والجماعة اللي مستخبزينها اوستابينكو على خطر يلعبوها على نقاط ضعفها ثلاثة نقاط ضعف عندها اخدم عليهم تربحها بسهولة تامة اولا لرالي وكل ما يتوالي الرالي كل ما تدخل بعضها يعني يتوالي شانج كل ما تولي تحب تكمل النقطة البلوتوب بوسيبل وتوقف الأخطاء يعني ما تحاول شوانك تبدل الريتم الكرة ماشية في الدياغونال خليها في الدياغونال خلي هي اللي تبدل نساق وتبدل تيجاه اللعب خليها هي توطورت هي sans problème حاصيله بعد ما فات الساة الأولى خرجت اوستابينكو تبدل في البخت طير في النحس كإني يجاب شوية ما فعله خطر في الدياغونال الماتش ولا فريمون الكيليبري كثرة فترات معاينة حاصينا بشوية الكيليبري الكيليبري اللعبة السباب بالاساسي رو في الكيليبر اللي صار في الدياغونال هو كونه أستابينكو رجعت للثوابت متاحة نقصت برشم الأخطاء متاحة كوراتها ولات أكثر بريسيزيان بعدت على اللعب على الخطوط ديار الساة الأولى بدأت هي لما حالة أستابينكو كسرت ارسال أستابينكو دونتري لكن ربيدما أستابينكو رجعت في جو بريسك بلان رجعت أم بارتو قاعدوا ماشين واحد واحد وفي الفترة ذيه أستابينكو ركزت ياسر على ثم ديتاي خلى أستابينكو في الإرسالات متاع أونس جابر تزاحم في أونس جابر على الإرسالات متاحة اليوم نقطة موذيئة بالنسبة لأونس جابر خسرت إرسالها مرة برك ديران ماتش كامل سفي لونتان أونس جابر ما عملتش هذه نعتبرها بيرفوربان شانا بالنسبة لي اليوم بالنسبة لأونس جابر ماتش كامل تخسر إرسالك مرة برك عندي مدة ماريتش أونس جابر بالفاعلية هذيه في البرومي سيرفيس لكن كما قلت في الدوزيام سيرفيس في البورسيون هذيك بين إرساله أونس جابر في الدوزيام سيرفيس حتاش تليونوصله 4-4 أستابينكو لعبت برشة على الدوزيام سيرفيس في الدوزيام أونس جابر إذا معددش برومي سيرفيس صحيح برتيكمان جيت يسير بش تمركي أستابينكو البونتو على الرطور غانيو ديروتور غانيو عملتهم انكرويابا لا مع أنت مركة برشة بونتوات على الإرسالة أونس جابر أفيك ديروتور غانيو لكن أونس جابر نجمة تعود ترجع الدوزيام بال يرجع للشانج إكيليبري يعني نعرف بعض اللقطة بيش تعود تاخذها أونس جابر أخاتر قاعدت تلعب على الليرالي وأستابينكو في أغلب الليرالي يرا هي في الأخر هي اللي توقع في الخطأ وما تنجمش شد برشة في الليرالي تحصلوا في الدوزيام ساعة كماريتو دون قاعدوا ماشين كيف كيف حتيش الكاتر كاتر والغسرة الوحيدة في ماتش كامل اللي تغسرناها وقتها نتيجة كاتر والفاية أستابينكو الارسال عند أونس جابر وأونس جابر بعد ما تقدمت ترونت زيرو رجعت عليها أستابينكو بثلاثة كورات وفيهم أخطاء الأونس جابر وقتها تغسرنا خطر وليت فرصة بالدو بريك لأستابينكو لو كان استغلتها كوميلفو وتقدمت سانكترواء براتيكمون بالدوسات هذه كراوة أنا نتصور أنا ذيكا منعت أونس جابر في الكورة ذيكا خطر لو كان كما قلت لو كان رجعت سانكترواء أغلب على الظن وان ها كان بشتر بحسات أستابينكو واسف وارش يصير من بعض نرجم كل شي يتقرب خطر تافو التينيس رو مربوط بكورة كورة هذيكا ما عرفتش كيفاش تستغلها أستابينكو توميو الحمدول الله يا ربي وأنه أونس جابر في اللحظة ذيكا وفي الكورتين اللي بعدهم كانت ثابتة وربحة الشوتا ذاكا كان مهم ياسر كان نقاط ذلك كانوا مهمين ياسر خاطر بعدها أستابينكو وقت اللي لقات روح حاجاتها الفرصة وضيعاتها عاودنا أرينا صورة أخرى من أستابينكو متعدو بيدو ماتش صورة الأخطاء تعرفوا هشاشة نفسية الكبيرة بتاع أستابينكو قلت لكم من قبر رهي ألعب لها على نقاط ضعافة من بينهم الهشاشة النفسية متاحة وقت اللي تضيع كورة مهمة ياسر أستابينكو راهو راهو بش تكون متبوعة بأخطاء أخرى أستابينكو نقاط اللي تخسرهم ما تنساهمش نقاط المهمة دونك بعد ما سلكناها في كل نقطة ذيكا رجعت أستابينكو لتخلو ذو متاحا متاعا ساتلولا وأنس استغلت كوميلفو الفرصة وهنا رينا الفرق ما بين الزوز اللاعبات اليوم أونس ما راتتش الفرصة متاحة كسرت الإرسال متاع أستابينكو وتقدمت سانك كاتر ومبعد في الإرسال متاحة ما لقاتش صعوبة كبيرة رغم اللي وصلت النتيجة ترونتا لكن أظهرت ثبات كبير في النقاط الأخرين والحاسم اليوم الحاسم كان موجود بالنسبة للأنس جابر وذي اللي كان غايب عنده مدة على أنس جابر واليوم أنس جابر عجبتني وأنها سمعت الكلامة معرفة توصيتها بش معاشت عايشنا فيها صويرات وتدخل مت شويت بطريقة صحيحة هايكا سمعت الكلام ونفذت التعليمات نحب نقول كلمة الأنس في يذنها بش ما يسمحها أحد أقرب أقرب شوية أنس أقرب يهديك يا ابنية عم بجاه ربي ما عادش تغسرنا معاك أراه عصابنا ما عادش فيه أراه ماتش كامل واحد مصارن وتتعارك مع بعضها من الغسرات وبجاه ربي بجاه ربي يا أنس يبدأ ما تشويتك كيما النس كل تعليش تبدأ بالرالانتي لانتي سارة ذا يراه مهم على الأخر على الأخر علش؟ أولاً المنافسة متاحها اليوم اسمها أوستابينكو موجودة في المرتبة العشرة العالمين وأنس في المرتبة التاسعة وما بيناتها هي أونس جابر ثانياً هي بيدها بش تقعد في الترنوار وعندها إمكانية بش تزيد تربح ما تشويت أخرين بو ماتش الجاي بش يكون أكيد أصعب ضد المنتصرة بين كوكوغوف وماديسون كيز لكن ديما مدامها موجودة في الترنوار عندها فرصة بش تزيد تقدم وكل ما تقدم كل ما تربح نقاط وكل ما تربح نقاط كل ما عندها إمكانية بش تقدم في الترتيب بعدت على المنافسة متاحة في المرتبة العاشرة وقربت أكثر واللي عندها فرصة بش تزيد تقدم وتحسن في ترتيب متاحها ثالثاً سلسلة تاومتاعة 3 انتصارات متالية راهو انس جابر السيزان هذاية جانفي فيفري مارس كل 3 شهور كاملين ربحت كانت 3 ماتشويت في الجماعة دية ربحت 3 ماتشويت في أسبوع واحد ست أيام بالضبط ربحت نفس عدد الماتشوات لربحتهم تيلة ثلاثة شهور إذا مهم ياسر يوري وأنه أنس جابر فعلا شادة الثنية صحيحة الثنية نحو العودة وقت اللي قلنا قبره أنس جابر بسعدد العودة فعلا إن شاء الله أنس جابر تواصل النساء قضايا وريده كل ما أنس جابر تلعب ماتشوات أكثر كل ما قاعدة ترجع وبحاول له من هنا ما تخلط الدورات المهمة الكبيرة إلا ما تكون بحاول الله أنس جابر حاضرة كل ما نحب نقولها في نهاية الفيديو على الفيرداسكو رينا لنطاكت متاعه تأثيره على لعب أنس جابر أما رأيه ديما نحب نأكد رأيه ما هوش مدرب دائم بالنسبة لأنس جابر مدرب وقتي طوى في الفترة ذية أما وجود مدربة معها في فترة ذية في ذل غيابة يصام جلالي كما ريته كان مهم وكملت عاد جات ميلانية ميار وريطوا البوكس متاعها كيفاش كان يتفاعل معها بشكل كبير وعجبني فيرداسكو في التفاعل الكبير مع كل نقطة مركيها أنس جابر وهذا يرون مهم يسر اللعب يعطيه شحنة ودفع معنوي كبير برافو أنس جابر وبرافو زادة لوستابينكو نشكرها بطراحها برشا 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 على التعاون متاحها اليوم هذا يرد تفاعل مباشرة على الماتش وعلى الانتصار متاع أنس جابر قراءة أولى يعني بعد إن شاء الله يكونوا الماتشوات الكل التوائم هبت فيديو فيها تفاصيل أكثر حول الماتش وملخص لمباريات اليوم نشكر المتابعين على تجيحهم الدائم والمتواصل لأونس جابر ونشكركم زادة على دعمهم للقناة لا تنساوش لايك للفيديو ونشاهدوه مع أحبابنا وصحابنا كنت معكم مراد بالحجم التونس إلى اللقاء